العفريد بتاع ايه؟ اه ما عايزين بقى ننصح ناس بالمكملات الناس بتبقى متخوفة حضرتك من المكملات يقول لك فيها المنشطات فيها هرمونات هم بتعمل في الكلم في الكبد مش الزكورة عايزين نهاتي نصيح ده كتير والله كتير صح كتير اه وعد يأكل في المكملات اكتر من الاكل نفسه قول يعني الخزين بتاع اه طبعا الفكرة يا جماعة بان مش هنقدر ناخد من الوجبات بتاعتنا عشان هدفنا المعين احنا ناس بتمرس رياضة وبطلب مننا عدد سعر كبير شوية فسعب بنلجأ ليه مكملات عشان وقت من السعيف نناكل احنا نشرف بس الناس يا كبنقشرف يعني ايه مكمل من الاسم هو هو مكمل للغذاء تمام يعني انا ما اقدرش اعتمد عليه لوحده يعني ما اقدرش ان انا اقول ان انا هاكل ايه بس لازم اكل اكل الكامل لكن حصل عجزة عندي او حصل مشكلة في تأدية وجبي من ناحية الاكل فبدخل ايه مكملات تمام او عنصر مهمة بيقدرش اجيبه من الاكل الطبيعي زي مثلا اوميجا 3 ممكن ااخده كام مكمل وكلنا عارفين اهمية الاميجا لأمراض القلب والناس بتسعر النحافة وتزبيط الكوليسترول ووي ووي تمام الناس اللي عندها مشاكل في الفيتامينز او اللي بتسعر انها يكون املحة مظبوطة او الفيتامينز بتاعتها زي الكالسيوم زي الزينك زي الماجنيزيوم زي زي تبقى كلها الفوليك اسد للبنات ده مهم جدا لأي بنت بتدور على الحمل يبقى نسب الفوليك اسد في جسمها دايما متغطية في اول 3 شهور من الحمل كل ده ما تاخده كمكمل ما فيش منه مشكلة صحيح اما تبدأ يبقى عندك عجزي شوية في نسب الكربوهايدريت او نسبة بروتين فتدخلها ببروتين زي الوي بروتين مثلا ده ما فيش مشكلة فهي الفكرة انه هو اكل يا جماعة المكملات اكل لكن الفكرة انه هو في صورة سهلة الهض وسهلة الامتصاص وسريع التعامل معاه فتبدأ انت تستخدمه بسرعة مع الوجبات العادية بتاعتك فهو المكملات مش هلعة بالعكس المكملات مفيدة لكن احسن استخدامها وتاخد المفيد فيها ليك